كشفت تقارير إعلامية فرنسية بأن المدرب البسني وحيد حليلوزيج كشفت بأنه لم يفسخ بعد عقده مع المنتخب الياباني لكرة القدم مؤكدة عن وجود أمال في عودة البسني للإشراف على اليابان في كأس العالم حيث سيتنقل حليلوزيج هذا الجمعة إلى الياباني لاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الياباني وطلب استفسارات عن قرارهم وفي حال تم فسخ العقد رسميا فإن حليلوزيج سيجري ندوة صحفية باليابان مباشرة بعد ذلك